بعض الأسئلة طرحات حول المهام ديال الوكالة طبعا الوكالة عندها مهام اليوم الحكومة صدقت على مشروع المرسوم لماذا مرسوم بقانون؟ للسرعة باش نخرجو هاد الوكالة بسرعة اليوم الأربعة تمت المصادقة على المرسوم بقانون بداية الأسبوع المقبل سوف يتم معرض هاد المرسوم بقانون أمام اللجنتين بمجلس النواب ومجلس المستشارين لكي نمر إلى السرعة القصوى في إخراج هذه الوكالة لكن هل الحكومة سوف تنتظر إلى حين إخراج هذه الوكالة تبدأت الشغل؟ لا الحكومة تشتغل منذ الساعات الأولى منذ أن أعطى جلالة الملك توجهة دياله الجنالبين ويزارية اللي بدأت توجد في هذه البرامج المستعجلة والتي تكلم عليها السيد وزير التربية الوطنية وتعليم الأول والرياضة لكي توجد هذه الصفقات العمومية وهذه المدارس اللي ستعود تبنى والطرق والمشاريع اللي ستعمل في مجال الفلاحة والري والسقي وأيضا في السكنة إذن كل هذا العمل هذا مستمر إلى حين خروج هذه الوكالة لكي تسلم هذه الملفات هذا كلها في شموليتها وتبدأ في الإنجاز المهام ديالها هي الإنجاز الإنجاز مجموعة مكونات المشاريع والبرامج المشاريع ديال إعادة إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل هذه المناطق المتضررة إنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية ديال هذه المناطق كلها المستهدفة كيفما أرادها جلالة الملك تحقيق الإلتقائية لأنه لماذا الوكالة؟ لكي نحققها بش مول الطريق يطلقها مع مول تعليم ومول تعليم يطلقها مع مول الفلاحة بش نحقق واحدة الإلتقائية ترابية لتعطي النتائج ديالها